السلام عليكم حبيباتي اشتاري عندكم يكلا باس بخير ممكن تعودوا كان بخير وعلى خير يوم كيف نشتوا معايا جيت نشاركوا معكم هاد الفيديو اللي كان عندي اه كتباقي ما فارتاجي شوحكم قلت لكم را عندي صلصة ببيت زلي ممكن لك تحصاف دبير في تلاجة لمدة خمستاشر يوم تبقى عندك صالحة في تلاجة هدا هو الفيديو اللي كنت نتكلم لكم عليه انا ادرك جيت مبارتاجيه معكم وخجم تعطل هدا كان يبغي وقت رامضان غير ما يشي مشكل حتى في الايام هات العادين حكا نبغي بلاصوس ديال في تلاجة اه بلا ما نطول عليكم تخطى نقول لكم شون غادي نستعمل في هاد لاصوس انا هون استعملت في هاتو ماتسو غيز هي كتجيزينة بها يلا ما كانت متوفرة عندكم تستعملوا غار ماتيشة العادية كانت وقديتوا تدوفوها مزيان ما قديتوا كذ ما قدكم ماتشة العادية كافي اه غحتاجيش معها فلفلة حمراء يعمل فلفلة يعمل فلفلة ديك الارونجية وغنحتاج معهم اللي حبا من البصل هادو من المكويات اللي غنحتاج لهم اه طبعا تلعان غنغسلوهم مزيان الفلفلة ديالنا نقوها طبعا تلعان ماتشة ما نقطعوها ما هو الماتشة انا هاكت ولكن لك سنتو ما غدروا ماتشة ديك العادية الضروري تقسموها اسموها على جوف ولا على رابعة حسب الموينيكس ديالكم سنتو ما وشك تطحن بزيان ولا لاوه موهم بصلة ديالي طبعا احتها هي راح نقيتها وغادي نجيب هاد سلصة الطفيلات انا اكيدة انكم ولا جربتها متلت وغا تستغنى عنها يعني كتجي خطيرة يعني سوس زبوينة بحل دك اللي اللي كتباعة للبيزات يعني اللي كالبيزة اللي كنشوف الزاقاف حلصو زيالها كتجي الزوينة كتجي من السماء وكتجي عاقدة وفي نفس الوقت كتسهل عليكم بقت ما بغيتوا ببيزة كتجورها واجدة عندكم في تلاجة بس في الناس كيكونوا خداميين واللي كيكونوا قارين يعني كيبغي دير ببيزة تكون اللي بقاط كيشري اللي بقاط واجدة من من لسوبرمارشي ولا بمحلات وخصو العصوص قد نبع العصوص ولكن هذه صراحة ماي كيفها كتجي حسن منها لاني جربت انا شريتها وحد المرة ما ما جاتني لا علاقة يعني صور بحل ماطيشة عادية مطحون نفسها فيما من السماء ما والو يا الله شكت ما كتشوف معايا درك الطفيلات انا غادي نطحن ماطيشة ديالي انا غادي نطحن غرب شوي شوي كتعرفوا ما اني انتش نطحن كل شي بقاط واحدة وغادي نزيد لهم حد ريع كاس ديال ما غير باش تضل للماكينة في اللون كيف نشتوا معايا غار شوي ديال ما هادر كاس صغير هذا مش الكيسة الكبار سافي غادي نزيد شي بشي لنكمل الخليط ديالي ومبعد غادي نصفي مهم وان هاد شي نطحن زيان يعني حدو في مونينيكس او اي ماكين عندكم انتحن داك شي خلو يطحن زيان باش ما تبقاش ما تبقوا ما تبقاش ما تشاط ريفات ولا البصلة ولكل شي نطحن يبقى غالما صافي عقب داك غادي نجيبوا المقلة اللي غادي نحتاجوا لها مقلة ولا القاملة ولا فاش انتم ما غادي تطيبوا هات لاصوس ديالكم انا من الافضل كنفضل المقلة احسن باش كتساعد انه يتبخر المالي في هاتيك لاصوس صافيو شي صفايا تكون ملقيقة اذا لقيتو بهاد النوع اللي كيف ما عندي انا هادا مزيان كي صافي مزيان صافي غا نصفوها مزيان يعني ما نضفو لما لا ولا غر هاتيك لاصوس غا نصفوها حتى يبقى غر الحب نقوم معها معايمين يبقى لنا غر لكل الحب ديال ماطيشة والقشرة ديال ماطيشة هي القشرة ديالك لهم اللي غا هاتي بغا موسيقى 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 حتى هي بتعطي واحد الماداق المهم هدو ما للتواب اللي غدي نضيف لاصوس ديالي هاد الاعشاب كتما كتبو ما البنات راه انا يا طاحناهم عندي بكتشوفوا را مطحوني طاحناهم حتى بضبهم بواحد القرعة باش كي سهلوا عليا اللي كان بغين نضير الاعشاب العشاب منسما البيتزات ولا الاي واسفة كان لقاهم سهلين مطحوني واجدي فكا نحتاج ما نحتفل البيتزاف اللي خرط الرشوم عليها هون كيف نشتب عادرت هاد الزيت المنسم في الاعشاب برا اللي بارتاجيتم حكم في القناة وغنخلي الكوب الرابي بجيره في صندوق وغاد نضيف زيت الزيتون حتى وغاد نضيفه لهاد السلسة قدروا تضيفه الزيت النباتية هاداك اختيار ديالكم ولكن انا كنفضل زيت الزيتون كي اعطاها ماداق وكي عقما لان دارو في الطبخ وهنا عندي دار معلقة كبيرة من سلسة معجون الطماطم العفو معجون الطماطم اختياريات قدروا تستعملات قدروا تستغنوا عنها ونم بعد ما خلطوشي التوابل ديالي هانا غادي نضيف هاد المقلة ديالي نضيرها الطيب وغادي نضيرها على عافية متوسطة النار متوسطة نخليها الطيب حتى ما تبقاش فيها المتوقف قدروا ما كانت فيها المقلة قدروا ما لا سلسة زيتانا غا تكون ناجحة وغا تقدروا تبقى مدقة أطول في التلاجة قدرت تسبر تكثر خمسطاشر غيوم قدروا ما كان هناك مراحل هما هادوك ويعني وما كان فيها نقطة من المقلة ما كانت ما فيها شلمة كنت لكم كتقدر تسبر تتمشي معي هاي لاصوس ديالين بعد ما وجدت هنا عندي قرعة ديال الجاج ضروري تكون قرعة ديال الزاج ممكنش منذيروا قرعة الفلاستريك تكون معاقمة مغسولة مزيان منش ناشفة من الماما في هشل الماء نعمروا هذا اللاصوس ديالنا انا لاصوس خرج لكتر من هاد الشي اللي كتشوفوا هنقدر تشوف البيتزا هزيت منه قياس زلافة باش تخدم بها في البيتزا غنبارتاجها معكم حتى هي ان شاء الله من بعد هاد الفيديو باش تشوفوا اسمو تشوفوا اللاصوس كيفاش كتجي في البيتزا من بعد ما بعد ما توجدوا تخدموا بها كيفاش كتجي كتجي زوينة كتجي واقفة لاصوس في هاش الماما والو جي زوينة كتجي كتجي مكنسونتريا واخد للكلمة كتجي مكنسونتريا ساب المهم الطابلات هون بعد ما نعمروا القرعة ديالنا دارون نعمروا القرعة يعني نجيبوا قرعة قياس اللاصوس اللي عندنا ما نجيبوش قرعة اكبر منه بدما كان القرعة هي ديك عام راح تلفوق بدما كان احسن لها باش ما يلقى الهو من يدخل انه ذاك الهواء هو اللي كي يعفن هو وما وملي كي عفنو اي حاجة بغينا نحتفظو بها من بعد ما غان نملى هاد القرعة اللي كتمشتوا معايا غان نحاول نحايدو دوك الفراغات كيفما كنتشوفوا القرعة بعد ما كنتعمرها دارون ركب واحد الفراغات كيبانو لكم هاد كل فراغات هما اللي كي يخلو نحتفظو انا غادي نحاول يعني نحب السؤن نعمرهم بماطيشة لا كيف مشتوا معايا انا غادي نستعين بالمعلقة باش نستطلق فراغات ضروري هاد الخطوة البناتي ضروري كان انتادروا البناتي لكن هاد الفيديو طوي شوية ولكن ما بغيتش ان مغفر عليكم تشي مرحلة يعني مكانوا المراحل مواضحين باش تصدق لكم لاصوس مش بقولوش الوصف اللي اعطيشينا بسا تقدش هتضرور تبعو هاد المراحل باش ان شاء الله هتصدق لكم هاد اللاصوس وتقولي مؤتمدة عندكم انا هادي راح مؤتمدة عندي هاد اللاصوس هتدروها ماشي غافل في الزات تقدروا تدروا احتفلي باز والقراطان يعني اي حاجة فيها تصل الطماطم غادي تقدروا تعتمدوا في هاد اللاصوس كيف ماشي معنا عودة تزيد الزيتون ضروري زيتون يعني تكون طبقة الفوقانية هي زيت الزيتون ضروري هاد المرحلة طفي حنا غادي نحاول ننظف قرعة ديه اللي مزيان نخليش تشي حاجة في الجناب ما كانو نقين جناب ديه اللي احسن ان ذاك الشي اللي بقى على براغة دي يتعفن وكما نتنسوش فيما تفتحوا القرعة ديه اللي كونجي بدون من هاد تستعملوها ضيفوا لعودة تانية زيت الزيتون دائما الوجه ديه اللي هيكون مغطي بزيت الزيتون والمعالقة طبع حال تكون نقية اخطافي هنا يا ربنات تراصل ديالي كيف ما كتشوفوا ها هي وجدت تمنى انكم تجربوها وتنال استحسانكم وردوا لي في تعاليق قولوا لي شنو الرأي ديالكم فيها ان شاء الله تنال اعجابكم وما تنسوني يشمل لي لايك ولك انتم اول مرة تدخلوا لاشين ديالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة